بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل مع بعض اليوم الوحدة الخمسة وهي بعنوان دراسة تغير الدلة أو دراسة سلوك الدلة مع مرور الزمن الدلة بتاعته تتغير سلوكها بيتغير ده ان شاء الله اللي هنشوفه مع بعض في الوحدة الخمسة وبالتالي سوف نتعرض لمفاهيم جديدة هنقولها لأول مرة في هذا الوحدة أو في هذه الوحدة المفهوم الأول هو التزايد والتناقص التزايد والتناقص التقاعر والتحدق للقيمة العظمى والصغرى النقاط الحارجة النقاط الانقلاب فإذا ما قلت لكم كده هنشتغل تزايد تناقص النقاط الحارجة والنقاط الحارجة هي اللي هيحصل عندها تغير في سلوك الدلة من تزايد لتناقص أو من تناقص لتزايد التقاعر لأعلى حاجة بالشكل كده والتقاعر لأسفل أو التحدق اللي هو لتحت بالشكل ده كده بعد كده حاجة نقاط الانقلاب اللي هو بيتغير سلوك الدلة من تقاعر لأعلى تقاعر لأسفل أو من تقاعر لتحدق دي أسمهها نقاط инقلاب وبعد كده بناخد القيمة العظمى والصغرى القيمة العظمى اللي هي تبقى أعلى نقطة في الرسم قيمة الصغرى أسفل نقطة في الرسم نプ Trick مع بعض على يعني ايه الدلة متزايدة بنقول ان الدلة واي تساوي اف اف اكس انها متزايدة فعلا وفي فرق يا شباب بين كلمة متزايدة ومتزايدة فعلا في ايه بقى هنشوف مع بعض متزايدة على الفترة من اي الى بي اذا حققت الشرط ان اذا كانت الاكس واحد نقطة اقل من الاكس اثنين فينتج عن كده ان قيمة الدلة عند اكس واحد اقل من قيمة الدلة عند اكس اثنين دي بسميها متزايدة فعلا طب لو حطيت كلمة يساوي لا يبقى متزايدة فقط متزايدة فقط لكن كلمة متزايدة فعلا يعني معناها ان هي تكون اقل من ده امتى ده الكل اكس واحد و اكس اثنين بتنتمي لهذه الفترة يعني انا لو عندي فترة من ايه الى بي يبقى الدلة بتعطي لازم تكون ايه لازم تكون طلعة بالشكل ده عشان يسميها متزايدة بحيث ان لو اخدت اي نقطتين وليكن اكس واحد ونقطة تانية اكس اثنين فلاقي الارتفاع ده اللي هو اف عند ال اكس واحد اقل من الارتفاع اكس اف عند ال اكس اثنين يعني ده بيمثل الارتفاع اف عند ال اكس واحد وده اف عند ال اكس كام ال اكس اثنين طبع مثلا على كده لو عند ده لاي او ال اف اف اكس بتساوي ثلاثة اكس زائد سبعة. رسمتها يا شباب عاملة كده. اه. اما حط الاكس بصفر الاكس بصفر. الاكس بصفر. الاكس بصفر. الاكس بسبعة فوق كده. الاكس بسالب سبعة تيت يعني هنا كده. لما وصل بينهم وعبارة عن خط مستقيم جاي من اليسار كده. وايه? وماشي الى مال ناية. فدي متزايدة فعلا. ليه? لو خدت اي نقطة تين. الارتفاع الاولى اقل من الارتفاع التاني. ده اكس واحد وده اكس اتنين. ده تعتبر Y واحد وال Y اتنين. طordان ما ال S اقل من X اتنين يبقى لازم يıyı واحد تبقى اقل من Y اتنين. ده تعريف التزايد او كلمة متزايدة فعلا. التعريف التاني. ها? بقولي ان دال اف اف اكس. اreten متنقصة. فعلا. على الفترة من ايه الى بيه. اذا حققت الشرط. ان لو خدت اي أكس واحد اقل من X اتنين يعني على يصارها على محور اكس. فهلي 이건 ألاقي إن قيمة الدالة عند الـ X1 أصبحت أكبر من قيمة الدالة عند X2 ده لأي نقطتين موجودين في الفترة A و B يعني إيه الكلام ده؟ يعني الرسمة بتاعتي تبقى عاملة كده لو ده A و ده B ووضح إن الـ A أقل من الـ B ألاقي الرسمة بتاعتي نازلة بالشكل ده بحيث لو أخدت أي نقطتين X1 أقل من X2 ألاقي الارتفاع ده أكبر من الارتفاع ده بسميها متزايدة فعلا لو هي أكبر متزايدة فقط لو كلمة أكبر من أو يساوي ناخد مثال على الكلام ده F of X بتساوي 7 نقص 3 X لما أجي أرسم 7 نقص 3 X ألاقيها حاجة بالشكل ده كده لما X ساوي 0 بقى هي 7 D Y هنا ب7 D B 7 على 3 ألاقيها وأنا جاي كده من اليسار إلى اليمين ألاقي الدالة تحت دايما إيه؟ تناقصية دايما تناقصية ده تعريف التزايل والتناقص التناقص ترجمة نانسي قنقر